ومعد بيقلل الحرق الفكرة بتاعت ان تقليل الاكل بتقلل الحرق دي حقيقية ده اسمه متابوليك ادابتيشن دي من اهم مشاكل نظام السعرات عشان كده انت رمتيك تعمل ضاية سعرات تلاقي مسك اول اسبوع ما بتاكل 1700 بعد ده باسبوعين 1750 1600 ليه عشان جسمك بيبطأ الحرق كل ما بتقلل الاكل ده انا ضد تماما وبقولها بعيل وصوتي حساب السعرات مع الصيام احنا لو عملنا الصح ومشينا مع الشبع انا غصب عني مش كل يوم هاكل نفس الكمية انا غصب عني في ايام هبقى جعان قوي وفي ايام هبقى قادرة اكل كتير وفي ايام هبقى قادرة اكل قليل وفي ايام هبقى نص نص الفلكتويشن ده في ايام هاكل كتير وامش هاكل كتير انا غصب عني هبقى بقى هبقى بغير في كمية الاكل الداخلالي غصب عني الانديس سطايتي هو ده الشبع هو مش كل يوم بيبقى نفس الحاجة فده لوحده بيمنع السبات وده الواحده بيمنع المتابوليك أدابتيشن واننا جسمي يتضبط ان يتأقلم